بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحكيم والحكم قد ورد اسم الله الحكيم في القرآن الكريم ما يقرب من مئة مرة قال تعالى وهو الحكيم الخبير صورة الأنعام وقال تعالى والله عزيز حكيم صورة البقرة وقال تعالى والله عليم حكيم صورة النساء وقال تعالى وكان الله واسعا حكيما صورة النساء وهذا الاسم العظيم دل على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة أما كمال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد لا رد الحكم ولا معقب القضاء قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين سورة التين وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما سورة الأنعام وقال تعالى وهو خير الحاكمين سورة الأعراف وقال تعالى إن الحكم إلا لله سورة الأنعام وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحد الكهف وليس الأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب صورة الراد فحكمه في خلقه نافذ لا راد له وثبوت الحكم له سبحانه يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنة والصفات العليا لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا إلى غير ذلك من الأسماء والصفات لأن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات الذي له الأمر وبيده التصرف وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير صورة غافر وقوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون القصص وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله صورة الشورى ثم قال مبينا صفات من له الحكم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السمي والبصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صورة الشورى كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صورة يوسف وقال تعالى ولا تدوى مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون القصص أما كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه حيث يضع الأشياء في مواضعها ونزلها منازلها ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال أما الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق ومجتمل على الحق وكان نهايته وغايته الحق وأوجده بأحسن نظام ورتبه بأكمل إتقان وعطى كل مخلوق خلقه اللائق به بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به حيث لا يرى فيه شيء من التفاوت والخلل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجى البصر هل ترى من فطور ثم ارجى البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صورة الملك ولو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا على ذلك صنع الله الذي يتقن كل شيء صورة النمل أما الحكمة في أمره وشرعه فأنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل يعرفه العباد ويعبدوه فلم يخلقهم هملا ولم يوجدهم سدى بل خلقهم لأكمل مقصد وأوجدهم لأجل غاية ومن حكمه وحكماته سبحانه مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته قال تعالى في شأن المحسن فالجزاء الإحسان إلا الإحسان صورة الرحمن وقال في شأن المسيء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء صورة الروم فلو يسوى سبحانه بين محسن ومسيء لا في الدنيا ولا في الآخرة أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وهذا من كمال عدله وهو مناسب غاية المناسبة الحكمة أحكم الحاكمين سبحانه المؤمن الصادق وقد ورد اسم الله المؤمن في آية واحدة هي قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صورة الحشر والإيمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار وما يقتضيه ذلك من الإرشاد والتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يسني عليه عباده المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو سورة أهل عمران ويا شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد وهو الله رب العالمين لأعظم مشهود به وهو توحيد الله وإخلاص الدين له كما أن من دلائل اسمه المؤمن تأمين الخائف وذلك بإطاءة الأمان وهو ضد الإخافة قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة قريش وقال تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى سورة النور وقال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمهم فكل خائف يصدق في لجوئه إلى الله يجده سبحانه مؤمنا له من الخوف فأمن العباد وأمن البلاد بيده سبحانه وبما تقدم يعلم أن اسم الله المؤمن يدل على معانا عظيمة وأمور جليلة يمكن تلخصها أهمها في النقاط التالية فمن دلائل اسمها المؤمن شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد وهي أعظم شهادة لأعظم مشهود به ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحيد والشهادة لهم بأن ما قالوه حق وصدق ومنها تصديقه لأنبياءه بالحجج والبينات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا ريب فيه وصدق لم ترأ فيه ومنها أنه يصدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين قال تعالى ثم صدقهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء سورة الأنبياء ومنها أنه يؤمن عباده المؤمن وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأنعام وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة سورة فصلت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة الأحقاف ومنها تأمنه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضد الإخافة كما قال سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة قريش وأما اسم الله الصادق فقد ورد في آية واحدة من كتاب الله عز وجل وهي قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الأنعام أي الصادق في وعده ووعيده وفي كل ما يخبر به فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين أن يجيبهم وهو الصادق الذي لا يخلف المعاد قال تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل صورة النساء وقال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الأحقاف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر